السلام عليكم يا سادس كيفكم يا حلوين ما هي اخباركم يا ابطال امس خذنا تنوين التنوين وبشكل خاص تنوين الفتح وطلبت منكم حل السؤال الاول والثاني من صفحة اثنان وثلاثين ولكن انا يا سادس غير مستعدة للانتقال من قاعدة لقاعدة اخرى او لدرس جديد وانهم يعني 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 غير فاهمين تماما انا ما بعرف انه في ناس ممكن يكون وصلتها الفكرة وفي ناس ممكن وسط في ناس ممكن اقل فعشان هيك راح ارجع اعيد القاعدة ولكن على تطبيق امثلة وراح اطلب منكم حل تمرين راح اعطيكم اياه واللي ما حل السؤال الاول والثاني احل لاني انا ما راح احله يا سادس انا راح اتعاون معكم فرديا فردا فردا راح احكي لك هاي ليش صح هاي ليش غلط عشان هيك انا ما راح احل الاسئلة فعشان هيك انا راح اليوم اكمل درس تنوين الفتح لنفترض انه المسحكة نكتب بيتا جو راح نعمل لي احمد المرعي بحكي كلمة بيتا اصلها بيت انا اسمعت صوت النون هل النون اصلا موجودة في كلمة بيت لا اذا يا سادس هاي النون غير اصلية وهي عبارة هي نون في اللفظ ولكن هي عبارة في الكتابة عن تنوين فتح تمام حلينا نص المشكلة لكن النص التاني هل في هاي الكلمة تنوين بحتاج لالف لا نعم لانه في معاهدة سلام مع اغلب حروف العربية انه احنا اذا بدكم تضيفوا انه تنوين الفتح بدنا الاف معانا فهل هذه تنتهي بتاقة مربوطة حتى انه ما نضيف لها الف لا هل تنتهي بالف وبعدها همزة لا هل تنتهي بالف لا هل تنتهي بالف عليها همزة لا اذا راح نطبق معاهدة السلام على هاي الكلمة فراح نضيف الالف يا سادس طيب ناخد كلمة معلمة تن معلمة تن يلا يا يوسف راح نرجع لمعلمة اصلها معلمة هل بنفع انا احكي معلمة هيك بنشوف هسا هل هذه صح ام هذه اصل كلمة معلمة طيب انتهت طبعا هل النون اصلية في كلمة معلمة لا احسنت يا يوسف لا اذا النون اللي انا سمعتها هي نون في اللفذ اللفذ وليست في الكتابة فبالتالي راح اضيف تنوين الفتح الفكرة هل راح نطبق معاهدة السلام ولا لا هل فيهم مشاكل معتا المربوطة القاعدة كانت تحكي هناك اربع حالات اذا واحدة من هدول الحالات تنتهي بشيء بنضيف عليها تنوين الفتح بدون الف هل انتهت بتاع مربوطة نعم اذا خلص ما بدأ اي مشكلة منضيف تنوين الفتح بدون الف فهاي غلط وهي صح تمام تمام اي سادس ننتقل الان لعوني ناخد كلمة دفءا ناخد كلمة دفءا عادة تحكي ليش انها صعبة لانه كل اشي بيجي بهاي الطريقة ارجع يا عوني لكلمة دفء شو اصلها دفء طيب كيف راح اكتب الهمزة راح اكتبها على سطر انه هي حرف هون لحالها ليه لانه قبلها حرف ساكن طيب انت سمعت صوت النون دفء ان هل لقيت حرف النون موجودة مع دفء لا اذا هاي النون هي في اللفظ ولكنها ليست في الكتابة تمام اذا انا سمعت صوت النون وانا وياك ويا عوني وياكم يا سادس سمعنا صوت النون ولكنها لفظا طيب فرح نحط على الهمزة بانها اخر حرف التنوين هل رح نعقد هون معاهدة سلام لانه كان في طاشة ولا ما في طاشة طيب بنشوف هل تنتهي بتاء مربوطة لا هل تنتهي بألف لا انتهت بهمزة هل انتهت بألف عليها همزة لا هل انتهت بهمزة وقبلها ألف يلا نشوف في همزة اه بس في قبلها ألف لا مع ناتو رح نعقد معاهدة سلام ونضيف ألف بس انه بهاي الطريقة غلط لانه الهمزة بهاي الطريقة ما بترضى لانه مش اللي ما برضى الفاق ما بترضى بتحكي يعني يا همزة بدك تضلك لحالك انا بدي اضيف معك ليه الفاق بنقدر نوصلها مع الهمزة والهمزة هون نقدر نوصلها مع الالف شو بتصير دف ان لانه الفاق بقدر اوصلها ولا لا بقدر اذا هاي هيك غلط وهاي صح طيب رح اعطيكم شغلة تانية قبل الهمزة حرف بس ما بقدر اوصلها مع الهمزة عشان هيك منترك الالف لحالها طلعوا كيف اه ناخد كلمة جزءا جزءا اصل كلمة يعبت جزء ورح احط الهمزة على سطر لحالها لانها حرف لحالها وبرضه على سطر لانه ما قبلها حرف ساكن حلو انا بدي اعلمكم على هاي الاشياء حتى تكونوا متمكنين وممارسين لهاي الشياء وما تخافوا وتكتبوا صح لانو احنا مش انو مس اعطيني قاعدة تنوين الفتح وخلص وانو مس شرحت وخلص لا الفكرة عنا بدنا نتعلم ونطبق ونعمل تمرين احنا من حالنا ونورج نمس من الصح ولا لا الهدف اني انا اخذ تنوين الفتح اني انا اكتب الكلمات بشكل صحيح يا سادس اكتب الكلمات بشكل صحيح طب احنا سمعنا كلمة جزءا هل جزءا فيها النون اصلية لا رح ارجع الى اصل الكلمة اصلها جزء ما فيش فيها نون اذا النون اللي انا سمعتها هي عبارة عن تنوين فتح مش مشكلة رح نحط تنوين فتح على الهمزة هل رح ناقد معاهدة سلام لانو في طاشا ولا ما رح ناقد لانو ما في طاشا طيب بنشوف هل انتهت بتاء مربوطة لا هل انتهت بألف لا هل انتهت بألف عليها همزة لا هل انتهت بهمزة وقبلها ألف لا انتهت بهمزة وقبلها زاي طيب معناه رح نحط الالف طيب هل هاي الطريقة صح ام هذه الطريقة صح متى انا بوصل الهمزة مع الالف بوصلها مع الالف اذا رح اوصلها مع هذا الحرف يعني هيك رح تصير جز ان بنفع ازاي اوصلها مع الهمزة لا اذا هاي طريقة لا فهاي صح تمام رح اعطيكم كلمة مل عشان توصلكم الفكرة اكتر يا خامس يا سادس مل ان اصل الكلمة هاي مل مل ما تحكو لي مل هيك او مل هيك غلط غير صحيحة مل بهذا الشكل الهمزة على سطر لحالها مل تمام استنى شوي ازبطها هاي مل مل وكتبت الهمزة على سطر لحالها يعني كأنها حرف لحالها ليه لانه قبلها حرف ساكن هاي الهمزة متطرفة اذا كان الهمزة اللي بالاخير قبلها حرف ساكن او الف ساكنة او واو ساكنة او يا ساكنة فرح اكتب الهمزة على سطر تمام احنا سمعنا كلمة مل هل النون اصلية في هذه الكلمة لا معناته هاي النون عبارة عن تنوين فتح مل ان طيب هل رح نعمل معاقدة معاهدة السلام رح نعمل هاي المعاهدة منشوف طيب هل انتهت بطاقة مربوطة لا هل انتهت بألف لا هل انتهت بألف عليها همزة لا هل انتهت بهمزة وقبلها ألف لا قبلها لا اذا رح نعمل معاهدة سلام ونحط الألف الفكرة يا سادس انه اذا كان الحرف اللي قبل الهمزة قابل للوصل هيني وصلتهم مش قابل للوصل زي الزاي والواو والراء يعني فيه هناك حروف غير قابلة لانها توصل الحرف هاض مع الهمزة مع الألف لكن اذا كانت قابلة لانه تنوصل هيك عادي هاي اللام تنوصل فكيف رح تصير اذا اذا هيك تكون لحالها غلط وهيك تكون لحالها غلط ولا كيف تتكون هيك ليه لانه اللام قابل للوصل مع الهمزة والهمزة قابلة هون الوصل مع الألف فهاي الصح طب يا سادس رح ناخد كلمة سماء سماء يلا يا لانا سماء أصلها يا إيمان آسفة سماء أصلها سماء ليش حطات الهمزة على سطر لأنه قبلها ألف حكت لكم أي كلمة أي همزة جاءت في النهاية وقبلها حرف الألف أو الوا أو اليا أو حرف ساكن فرح أحطها على سطر حرف لحالها حلو؟ طبعا أنا سمعت كلمة سماء أنا وياك يا إيمان وسادس صح صح سماء هل رح أحط النون هون لا غلط لي غلط غير صحيح لي لأنه انتهى بهمزة بس ما في نون هاي نون مش أصلي فيها معناته هاي النون هي عبارة عن تنوين فتح حلو هل رح نضيف ألف هون ولا ما رح نضيف يعني هل رح ناقد معاهد السلام ما فيه بنشوف هل انتهت بتاء مربوطة؟ لا هل انتهت بألف؟ لا هل انتهت بألف عليها همزة؟ لا هل انتهت بهمزة وقبلها ألف؟ نعم معناته بكل بساطة ما في أي مشكلة رح نحط تنوين الفتح على الحرف بدون إضافة ألف فهذه صح وسماءا بهذا الشكل خطأ نحن أخد كلمة مش ين مش حط النون ننتأكد هل النون أصلية مثلا نعمان النون أصلية فيها بس مش ين هل النون أصلية فيها منرجع لأصل كلمة أصلها مشي مشي إذن النون غير أصلية فما بيطلع لي إني أكتب مشيا هيك طيب ولكيف رح نكتبها؟ إذن هاي النون غير أصلية معناته هاي نون في اللفظ ولكنها هي كتابة تنوين فتح تمام هل هاي هيك صحيحة؟ هل رح نضع التنوين على الياء بدون إضافة ألف؟ لا في طوشة طبعا لياء مش قابلة بدها ألف ليه؟ لأنه ما انتهت بتاء مربوطة ولا انتهت بألف أليها همزة ولا بألف ولا بهمزة وقبل ألف فمعناته رح نضيف ألف وراح تصير الكلمة هاكذا طيب رح ناخد كلمة باب با 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 بان أرجع لأصل الكلمة أصلها باب هل فيها نون؟ لا إذن نون سمعتها هي تنوين فتح هل رح نضيف ألف هون؟ ولا ما رح نضيف؟ برجع إنه هل هل انتهت بتاء مربوطة؟ لا هل انتهت بألف عليها همزة؟ لا هل همزة وقبلها ألف؟ لا هل ألف؟ لا إذن بدها ألف أرفتوا؟ أرفتوا كيف؟ طيب رح ناخد كلمة ملجأ نحن ناخد كلمة ملجأ أصل الكلمة ملجأ تمام حلو الكلام يا عسهلي مل ج هل فيها نون؟ لا إذن نون اللي اسمعتها عبارة عن تنوين فتح عبارة عن إيش؟ عن تنوين فتح هل رح نضيف ألف تانية؟ ولا رح نخليها مثل ما هي هيك؟ بنخليها مثل ما هيك إذا انتهت بأربع أشياء إما تأمر بوطة ما في تأمر بوطة إما بألف ما في ألف إما بهمزة وقبلها ألف؟ لا في ألف وعليها همزة إذن صحيحة تمام؟ تمام هلأ إخان يا سابس آآ يا حلوين بدي منكم تكتبو لي عنا قاعدة عنا تنوين الفتح تمرين بحكي أكتب خمس كلمات فيها تنوين فتح بشكل صحيح بدي فيها تنوين فتح خطين تحتيها وبشكل صحيح عشر خطوط إذا بدكم لأنه أنا هادا اللي بهمني إني أنا أكتب تنوين الفتح بشكل صحيح هاي مثال هاي اثنين هاي ثلاث هاي الرابع وهاي الخامس لدي خمس أمثلة واللي ما حل السؤال الأول والتاني من صفحة 32 يحلم يا سابس لأنه أنا ما رح أحلم رح أظني معاكم لحدة تحلوهم بشكل صح فردا ويعطيكم ألف عافية يا حلوين يا خامس يا سادس آسف يا حلوين